أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر أولى تهتمماً خاصاً بقضية تغير المناخ ووضعت خلاله التكيف مع التغيرات كأولوية الرئيسية وخلال كلماته أمام الجماعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية انتهجت خطاً شاملاً في جهود مواجهة تلك الظاهرة من خلال مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئة ووضع السياسات الكفيلة لمواجهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة على رأسها التحول إلى الاقتصاد الأخضر لقد أولت الدولة المصرية اهتماماً خاصاً بقضية تغير المناخ وضعت خلاله التكيف مع التغيرات المناخية كأولوية رئيسية وهو ما جعل الخطاب المصري تجاه تلك الظاهرة في مختلف المحافل العالمية يرتكز بالأساس على المسئولية المشتركة لدول العالم في إنقاذ كوكب الأرض وفي هذا الإطار انتهجت الدولة المصرية خطاً شاملاً تمضي فيه مجهوداتها الوطنية في مواجهة تلك الظاهرة إلى جانب الانخراط الإيجابي والمكثف في كافة الأنشطة العالمية لمواجهة تلك الظاهرة فعلى الصعيد الوطني عمدت الدولة المصرية إلى مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالبيئ ووضع السياسات الكفيلة بمجابهة التغيرات المناخية عبر رؤية وطنية شاملة استهدفت وضع قضية التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مقدمة الأولويات المصرية في إطار الاستراتيجية التنموية المصرية 2030 كما أطلقت مصر على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسجو الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050